الحمد لله جعل الدعاء إلى فيض جوده سبيلا أحمده سبحانه وأسأله نوالاً جزيلا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له عز إلهاً جليلا وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله خير داعٍ إلى ربه وأقوى مقيلا المسبح بحمده ليلاً طويلا اللهم صلِّ وسلِّم عليه وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان واجعل لهم ذكرًا وثناءً جميلًا أما بعد فاتقوا الله أيها المسلمون وبادِروا بالأعمال قبل الأسقام والأوجال وتزوَّدوا من الصالحات قبل الفوات وأتبِعوا السيِّئات بالحسنات الماحيات اعتصموا بحبل الدعاء عند نزور البلاء وَكُونُوا أَحْلَاسَ بُيُوتِكُمْ حِينَ تَدْهَمُكُمُ الْضَرَّاءِ وَتَفْجَأُكُمُ الْبَأْسَاءِ أيها المسلمون لا تزال الخطوب والوقائع في دنيا الناس تُخبِرهم أنهم فُقَراءُ إلى الله فقرًا لا مدفع له وتُبصِّرهم أنهم مهما بلغوا من آمالٍ مُجنِّحة وآفاقٍ عريضة وسعوا في أقطار الأرض سعي المالك للزِّمام والآمِر في الرغام فإن من ورائهم قوةً هي أعلى من قوتهم وسطوةً هي أبلغ من سطوتهم وقدرةً هي أنفذ من قدرتهم وإرادةً هي أتم من إرادتهم تلك هي سنة الله في خلقه أن يردَّهم إليه بالخطوب ويعالج منهم الكبر الإنساني بالبلاء الذي يُشهدهم على ضعفهم كلا إن الإنسان ليطغى أرَّآه استغنى إِنَّ إِلَى رَبِّكَ الرُّجَعَى والشأن عباد الله أن الإنسان في غفلة حتى يُوقَظَ بِعِلَّة فإذا ابتُل ينتبه وإذا انتبه تذكر وإذا انتبه تذكر ربه الذي أعرض عنه وغرَّته به الأماني والكاذبة وغرَّه الشيطان الغرور بمكره واحتياله وشره فإذا انتبه الإنسان من سنة الغفلة وأفاق من رُقاد الهوى دبَّ فيه الشعور القوي بفقره إلى مولاه ورأى أنه لا غنى له عنه طرفة عين ونظرًا فوجد أنه مُحاطٌ بكلاليب البلاء مأسورٌ بقيود البأساء والضرَّاء لا يرجُو من نفسه خلاصًا ولا يُؤمِّل في قوته إنجادًا ولا إنقاذًا فهُرِع إلى من بيده القوةُ جميعًا وإليه الأمرُ جميعًا وعنده العزَّةُ جميعًا فلم يجِد أحبَّ إليه من الدُّعاء ولا أكرم عليه منه فدخل عليه من بابه الأعظم ووافاه من سبيله الأكرم وتعلَّق من فضله بجانبه الأتم كيف لا يدعوه؟ كيف لا يدعوه؟ وهو الذي ناداه فقال جلَّ في علاه وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيبُ دعوةَ الدَّاعِ إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلَّهم يرشُدون وكيف لا يدعوه؟ وهو يعلمُ أنه لا يرُدُّ القضاء إلا الدُّعاء وأنه لا يهلكُ مع الدُّعاء أحد وكيف لا يدعوه؟ والدُّعاء هو سبيلُ الأنبياء من قبل الذي نالوا به من جليل الخير ما نالوا فبالدُّعاء تاب الله على طائفة وللدُّعاء الحظُّ الوافرُ في من نُصِر منهم فأصبحوا على عدوِّهم ظاهرين وكم هدَى الله به من ضال وعافَى به من سقيم ونجَّى به من كربٍ عظيم ووقَى به من فتنة وصرفَى به من سوء وردَّى به من كيد وأبطَلَى به من باطل وإن تعجب فهذه سيَّرُهم في القرآن شاهدة وأحوالُهم ناطِقة فهذا أبُّ البشر آدم وزوجُه حوَّاء عليهما السلام قالا ربَّنا ظلمنا أنفُسنا وإن لم تغفِر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين فتاب الله عليهما وهداهما وذلك منوحٌ عليه السلام يسوق الله له بدعائه موجًا كالجبال يكون في مصرته ونوحًا إذ نادى من قبل فاستجبنا له فنجَّيناه وأهله من الكرب العظيم ونصرناه من القوم الذين كذَّبوا بآياتنا إنهم كانوا قوم سوءٍ فأغرقناهم أجمعين وذلكم موسى وأخوه هارون عليهما السلام بعد أن كاد بهما فرعون ما كاد يلهجان بلسانٍ واحد ربَّنا إنك آتيت فرعون وملأه زينةً وأموالاً في الحياة الدنيا ربَّنا ليُضِلُّوا عن سبيلك ربَّنا اطمِس على أموالهم واشدُد على قلوبهم فلا يُؤمِنُّوا حتى يرَووا العذابَ الأليم قال قد أُجيبَت دَعوَتُكُمَا فَاسْتَقِيمَا وَلَا تَتَّبِعَانِ سَبِيلَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ فكان بعد ذلك كما كان من النصر المُبين والعزِّ والتمكين لموسى ومن معه والخزِّ والنكال لفرعون وجنوده وذلكم زكريا عليه السلام قد رغِبَ في الولد الذي يخلُفُه وقد بلَغَ من الكِبَر عِيتيًّا وزوجُه عاقِر هناك دعَى زكريا ربَّه قال ربِّ هبلي من لدنك ذريَّةً طيِّبة إنك سميع الدُعاء فنادته الملائكة وهو قائم يُصلِّ في المحراب أن الله يُبشِّرك بيحيى مُصدِّقًا بكلمةٍ من الله وسيدًا وحصورًا ونبيًّا من الصالحين وذلكم النبي المضرورُ السقيمُ أيوبُ عليه السلام كابَدَ المرضَ سنينَ عددًا حتى يأيس منه الطبيب وقلاه القريب فما هو إلا أن نادى ربَّه لداء العبد المنيب وأيوبَ إذ نادى ربَّه أني مَسَّني الضرُّ وأنت أرحم الراحمين فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمةً من عندنا وذكرى العابدين وهذا يونس بن متى عليه السلام هل أنجاه من بطن الحوت إلا دعاؤه وتسبيحه وذنّوني إذ ذهب مُغاضِبًا فظنَّ أن لن نقدر عليهم فنادى في الظُّلُمات أن لا إله إلا أنت سبحانك فنادى في الظُّلُمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنتُ من الظَّالِمين فاستجبنا له ونجَّيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين أيها المسلمين أيها المسلمون هذه دعوات الأنبياء الكرام عليهم الصلاة والسلام تنادي بصوتٍ يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب أن الدعاء هو مفتاح التغيير وبوابة الانطلاق وبادرة الخير وبشارة النصر ومهاد التمكين ومداد الرفعة ومفزع الخائفين وموئل الراجين ومنال الطالبين نفعني الله وإياكم بهدي الكتاب وبسنة النبي الأواب وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه حبيب التوابين وحبيب المستغفرين إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده له فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلَّم تسليمًا كثيرًا والإلحاح والدأب وترك السأم واغتنام الأزمنة الشريفة والأحوال السنية وكانوا لنا خاشعين وقال تعالى ذكره وادعوا ربكم تضرُّعًا وخُفِّيه إنه لا يحبُّ المُعتدين ولا تُفسِدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفًا وطمعًا إن رحمة الله قريبٌ من المحسنين فسدِّدوا يا عباد الله سهام الدُّعاء بصالح العمل والمُسارعة في أبواب الخيرات وملازمة الطاعات ترشُدوا وتغفروا بسؤلكم ولتجعلوا من دُعاء الرخاء أوثق عُدَّةٍ لدُعاء الشدَّة فإن نبيَّكم صلى الله عليه وسلم أوصى فقال تعرَّف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدَّة أخرجه الإمام أحمد في المُسند من حديث ابن عباس رضي الله عنهما وقال عليه الصلاة والسلام من سرَّه أن يستجيب الله له عند الشدائد والكُرب فليُكثر الدُّعاء في الرخاء أخرجه الترميدي في سننه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه اللهم إنا نسألك اللهم إنا نسألك ونحن نبسُط أيدي الرجاء إليك وأنت الله لا إله إلا أنت جلَّ ثناءُك وعظُم سلطانُك وتبارَك اسمُك أنت القدير على كل شيء يَا مَنْ يَقُولُ لِشَيْءِ كُنْ فَيَكُونَ اللهم معتمدُنا عليك وتوكُّلُنا عليك تقدر ولا يُقدر عليك وتحيط ولا يُحاطُ بك لا نحصي ثناءً عليك بأحب أسمائك إليك وأسرعها إجابةً لديك باسمك الأعظم الذي دعاك به الأنبياء وناداك به الأولياء باسمك الأعظم باسمك الأحب الذي تُجيبُ إذا دُعيتَ به اللهم اتفعَ عنا أسباب سخاطِك وعقابِك يا حيُّ يا قيوم اللهم اجعلنا في عين عنايتك وقلب رعايتك احفظنا بحفظك واكلأنا بكلأك واحرُصنا بعينك التي لا تنام اللهم إنا نجعل أنفسنا وأهلينا وأزواجنا وذرياتنا والمسلمين والمسلمات في كنفك وفي رعايتك ونستودعُك ديننا وأمننا وإيماننا وصحتنا وعافيتنا أنت خيرٌ حافِظة وأنت أرحمُ الراحمين يا رب يا رب اغفر لنا الزلات وتحمَّل عنا التبعات وقنى الآفات والهلكات يا من يُجير ولا يُجار عليه يا من لا ملجأ منه إلا إليه يا ذَلْمَنِّي ولا يُمنُّ عليه ندعوك لذنبٍ لا يغفرُه سواك ولكربٍ لا يكسفُه سواك جئنا كنادمين معترفين إلهنا اغفر لنا كل ذنبٍ يُباعدُنا عن رحمتك ويُحِلُّ بنا نقمتك ويحرِمُنا كرامتك ويسرُبُنا نعمتك يا من هو فوق عباده قاهر يا من هو مطلعٌ علينا وناظر يا عالِمًا بالسرائر والضمائر عبيدُك ببابك نستنزلُ رحمتك ونستدفعُ عذابك ونستعطفُ جميل عطائك ورجائك اللهم إِنَّا نستغفِرُكَ إِنَّكَ كُنتَ غفَّارًا اللهم إِنَّا نستغفِرُكَ إِنَّكَ كُنتَ غفَّارًا اللهم اغفِر خطأنا وعمدنا وهزلنا وجدنا وكلُّ ذلك عندنا اللهم هُدْنا إليك اللهم عُدْنا إليك اللهم إِنَّا نستغفِرُكَ فَارْفَعَنَّا الْبَلَاءَ وَالْوَبَاءَ اللهم ارفعَنَّا الشِّدَّةَ وَاللَّأوَاء اللهم لُذْنا بِك اللهم عُذْنا بك اللهم التجأنا إليك اللهم علَّقنا عريض الآمال عليك أنت الحيُّ الذي لا يموت والقيومُ الذي لا ينام جلَّ ثناؤك وعظُم سلطانُك وتبارك اسمُك وتعالى جدُّك إن لم يكن بك علينا غضبٌ فلا نبالِ ولكن عافيتَك هي أوسعُ لنا فاغفِر لنا إنك كنت غفَّارًا اللهم إنا نسألك أن تحفَظَ منا الحُرمة والحرم وأن تؤمنَ المسلمين في ديارهم ومساجدهم ومدارسهم وأعمالهم يا حيُّ يا قيوم اللهم إنا نعوذُ برضاكَ من سخطِك وبمعافاتِك من عقوبتِك وبكَ منكَ لا نحصِي ثناءً عليك أنتَ كما أثنيتَ على نفسِك اللهم رُدَّنا إليك ردًّا جميلًا اللهم رُدَّنا إليك ردًّا جميلًا حتى نكون محلًا لولايتك وأهلًا لنُصرتك يا رب العالمين يا خفي الألطاف نجِّنا مما نخاف اللهم اجعلنا في ضمانك وأمانك وكفِنا شرَّ خلقك أجمعين إلى هنا كفِّر عنا أسوأ الذي عملناه واجزِنا أجرنا بأحسن ما كنا نعمل يا الله اللهم أنزِل رحمتك على عبادك المرضى أنزِل عليهم عاجل الرحمة اشفِي أبدانهم وابعثِ العافية في أجسادهم اجعل محلَّ الدَّاء دواءً ومحلَّ السقم شفاءً يا رب العالمين هذا وصلُّ وسلِّمُ على خيرته من خلقه المرفوع ذكره مع ذكره في الأولى والشافع المشفع في الأخرى كما أمركم ربكم جل وعلا فقال إن الله وملائكته يصلُّون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلُّوا عليه وسلِّموا تسليما اللهم صلِّ وسلِّم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وارضَ اللهم عن خلفائه الأربعة أبي بكرٍ وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الآل والأصحاب ومن تبعهم بإحسانٍ إلى يوم المآب والحمد لله رب العالمين